بسم الله الرحمن الرحيم الرئيس في واحدة من حديثه الحديثة كان بيكلم عن التعليم وان ننتقي وان نطلع طلب العبقرة عشان يروحوا تعليم مخصوصي ناسب عبقريةهم ونعرف نستغلهم ونبني على العبقرية دي طيب اكيد احنا محتاجين منظومة عشان نعرف ناخد طلب من المدرسة نوديه الوريفر بقى يعني ينويني زبطوا ايه فانا شايف ان لازم يكون فيه سيستم لان مش هيحصل ابدا ان مثلا مدرس اهو رئيس قسم في مدرسة او مدير المدرسة هياخد الطالب من ايديه يروح يقبل الوزير يقوله الطالب ضعب قدش فتعمله مع ايه اول حاجة عامله مع ايه هدى اول حاجة التانية حاجة هو اساسا محدش عارف يقابل الوزير يعني بروسيدجر مقابلة الوزير دي دي صعب عكون فيه مثلا خمس ست مكاتب قابل الوزير بتعمل فلتريشن وقولك ايه طب هناخد معاد وتبقى كلمنا وتبقى الكلام ده كله عدي علينا والكلام ده كله فهو تقول ما فيش سيستم تفلو فكلام في الهواء في حياتي المهنية في التعليم انا درست كتير من الطالب اللي عبقرة وعبقرة بزيادة كمان بس هما فين الطالب على العبقرة دولة يعني اكتر من نصهم هاجروا ادي اول حاجة في منهم اتعلم في مصر وهاجر وفي منهم اتعلم من برا على طول بعد سنوية عامة تراح جامعة برا او نقل بعد شوية يعني وراه هاجروا وما رجوش مصر ادي اول حاجة يبا احنا عندنا قوة طريضة لازم نعرف ليه بيهاجروا ما هو مش عبقرة المفوض ياخد مميزات تخليه ان هنا تبقى الدنيا احصل له ماشي بعد كده ازاي بقى نستغلهم ايه المعقات الاساسية واحد الكوسة في الجامعة يعني مش لازم المعيد يكون ابوه دكتور في الجامعة ولا له اريف في الجامعة عشان يتعين المفوض اللي يتعين هو الاكفأ اللي عنده درجات اعلى بدون كوسة ودي مشكلة جامدة جدا حكاية تعيين اقارب الدكاترة في الجامعة موعدين ده موضوع لازم يتلغي تماما عايزين تدوا ولاد دكاترة هميزة ادوهم ثلاثة في المية ولا اتنين في المية ولا اي حاجة كده او منهم كورسين ثلاثة في كل جامعة بس ما لاش دعب الاعداد الرئيسية لناخد موعدين اول تاني حاجة لازم نلغي منهج الصم لازم المنهج يبقى مبني على الابتكار والتحليل والمقارنات لازم نعمل منهج مبني على المقطب ازاي الامتحانات لازم تتوظف لخدمة الهدف النهائي يعني الامتحان بتاعي الامتحانات لازم تتوظف لخدمة الهدف النهائي يعني الامتحان بتاعي الامتحانات لازم تتوظف لخدمة الهدف النهائي يعني الامتحان بتاعي يعني لو انت عايز تسترجع زاكرة تتالف في حاجة ما تزيدش عن 10% من الامتحان كله 5% ده كده كمان كتير قوي بعد كده الباقي كله لازم يكون فيه فيه اناليسز فيه كومباريسنز يعني يبقى مليان كريتيفتي يبقى انت لما تعمل امتحانات وتنزل نموذج لها تقول امتحان هيكون شكله كده كل المدرسين غزبا عنهم حيمشوا وراء نموذج الامتحان دي حاجة اساسية ومش عيب طبعا يكون فيه كتب بترشد الناس يعملوا ايه لو انت مش قادر تعمل منظومة تدريب للمدرسين ها وعتبا بطيقة او ربما تكون فشلة فانت هما بقى نزموا نفسهم من كتب وكتب خارجية للمتحانات اللي مبنية على الابتكار المقارنات التحليل الحاجات دي اللي هي بتعمل اجيال قادرة تقوم امم حديثة بعد كده منه المنهج طب احنا المنهج بتاعنا عشان بنقعد نغير المنهج بنقعد 12 سنة نغير في المنهج طب ايه ده 96 نغير في المنهج كلام ده كتير جدا اشتروا منهج جاهز ما انت عندك فيه دول عندها مناهج برامج تعليمية جاهزة جدا ونجحة جدا ودول قامد جامد جدا مثلا في مصر الـ IG ناجح خدوا منهج الـ IG بس مثلا لو لقيتوا التاريخ الفرعوني متزور عشان يخدم من اليهود ولا حاجة ولا التاريخ بتاع حرب اكتوبر متزور عشان برضو يخدم اليهود إلغوا إلغوا التاريخ من المنهج الاجنبي خدوا منهج الاجنبي جاهز دربوه واشتغلوا فيه في مصر ودربوا المدرسين عليه مش هنقعد لسه نقلب بقى ونقعد نحكي كل شوية لحد يقول لا عن غير ده لا ده كتير هنشيله لا ده كتير ده مش هينفع لا ده هينفع ونخش في الجدالة الذي لا ينتهي وبالتالي بيأثر عالمية التعليمية والأزكياء بيطيروا منه يما بتهدر طاقات ذاكية جمدة جدا بتتهدر ده كفاية الناس اللي بتهرب بالمدارس في هاتف كتيرة جدا ما بتكملش تعليمها انت عندك آلاف آلاف الطالب اللي بيسيبوا التعليم ويروحوا يشتغلوا دولة العشرة والعشرين منهم أزكياء جدا بس خلاص بالسلامة يا قلبي خلاصة الأول يعني ان احنا عندنا فرصة الآن ويا ريت ما نهدرهاش والآن دي متوفر عندنا فلوس في الميزانية واضح طبعا فلازق عندنا فرصة عندنا موارد نقدر نستغل الوقت الحالي ونعمل منظومة سريعة سريعة يا عالم ما فيش وقت تنضيعه تاني في التخلف التخلف جابنا وراء وبيجيبنا وراء وحفظ اللي جيبنا وراء هو التعليم اللي بيقوم الدول فنعمل منظومة سريعة لاستغلال الطلبة دولة نعمل مدرسة عبقرة في كل محافظة ايه المشكلة يعني وكل محافظة فيها مليونرات يمولوا التعليم ده ووردوا لكم الحكومة دلوقتي مع فلوس ممكن تصرف يعني ما ده عائد جامد انيهاو يعني من ضمن الحاجات اللي اتساعد في التطوير انا بنصح ان كل ما مهتم بالتعليم انه شري كتاب ده عشان يعرف يبقى تدريسه اجمد اعلى طريقة تفاهمه مع الطلبة يقدر يرفع مستوى في الاداء التعليمي وكله في الاخر حيستفيد انا شخصي الكتاب ده بالنسبة لي كتابه عبقري جدا وانا جبته كتاب ده من امريكا طبعا هو بقى غري جدا دلوقتي لكن شدوا حيالكم شدوا حيالكم شكرا خليت زكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة